بأمانة والله بزمتك ودينك يا شيخ يلي بتبرر الروايات المتضربة دي انت عندك مبرر منطقي انت عندك مبرر منطقي انك تكون متورط في نقل او الدفاع او تبرير نقل شحنة سلاح عسكرية هيقتلوا بيها اخواتك في فلسطين هل انت عندك مبرر تعيش بيه هل عندك مبرر مثلا الحكومة اللي انت بتدفع عنها دي بتقبضك هل عندك مبرر تقابل بيه ربك هل عندك مبرر تقابل بيه اطفال الشعب الفلسطيني هل عندك مبرر تقابل بيه نساء الشعب الفلسطيني عندك مبرر لده عندك اجابة طيب لما كل الادلة وبيانات حكومتك وبيانات الناس اللي مشغلينك عكس بعض انت بتبرر ايه انت بتدافع عن ايه ليه ايه المقابل اللي هتحصل عليه فلوس منصب جاه قصادها ايه قصادها دم ركز معايا قصادها دم قصادها ان فيه اب مش هيكون موجود ولاده هيتيتمه لانه اسرائيل هتقتله بالسلاح اللي الحكومة اللي انت بتدافع عنها بقى تدخله انت بتدافع عن ايه 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 المقابل بالنسبالك في دم بني ادم ايه المقابل بالنسبالك في حياة بني ادم الا لو انت يا جماعة فعلا تحولتوا المجموعة من مصاصي الدماء دي حاجة تانية انه عادي ان انتوا بتتغذوا على دماء الاخرين دي قصة تانية يبقى خطابي مش موجه ليكو لكن انا قلت انا بخاطب من تبقى له بقية من عقل وضمير وطني انا لا اخاطب الخنازير او الخونة انا قلت الفئة دي وما تكلمش معها خلاص فقدنا الامل فيهم لكن انا فعلا لو انت لسه عندك بقية من عقل ووطنية وضمير فانت بتبرر ايه يا عمي قصة اصبحت واضحة اعتقد